كما لاحظنا تنازل النظام الحاكم في الجزائر أو قدم تنازلات كبيرة من أجل موافقة العرب على عقد القمة في الجزائر في أول والثاني نوفمبر المقبل وهذا طبيعي للضغط الذي عاشه هذا النظام خلال المدة الأخيرة كل شخصيا تفجأت بحجم هذه التنازلات هناك ثلاث تنازلات رئيسية أهمها في كلام يتناقض مع ما كان يقوله عبر إلامه منذ أشهر قبوله عدم دعوة نظام بشار الأسد لشغل مقعد سوريا يعني لعودة إلى جامعة الدول العربية وهذا التنازل يعتبر انتكاسة له ولدائمين نظام بشار الأسد كمن نظام طهران أو نظام الملالي وروسيا النقطة الثانية والتي أثارت الاستغراب الكثير هو الاجتماع الذي عقد أمس بلجنة الوزرية لمتابعة للحد من السياسات الإسرائيلية في القدس المحتلة هذه اللجنة التي تضم بها فيها الجزائر وبعض الدول العربية تمت الإشادة بدور الملك محمد السيدس بصفته رئيس لجنة القدس في تناقض صارخ مع ما كان يصرحه به المبعوت مبعوت الخاص ما يسمى بالمبعوت الخاص للمغرب العربي والصحراء الغربية عمار بلاني الذي تهجم كثيرا على المغرب على الملك محمد السيدس ورئاسته لجنة القدس بل أنقص من دورها وبالإضافة إلى ممثل النظام لدى الأمم المتحدة السفير ندير العرباوي الذي عرق الاعتماد بيان المجموعة العربية الإسلامية بخصوص الانتهاكات الإسرائيلية في القدس شهر أبريل الماضي لكن الأمس رأينا أمر آخر لم يتكلم الأمام أثناء النجنة الوزرية لم يتكرر تلك الأسطوانة التي دأب على نشرها دوما أو الحديث عنها في إعلام نظام الحاكم في الجزائر وبالتالي هذا يمثل تنازل تقدمه النظام من أجل أن تعقد القيمة العربية في شهر نوفمبر المقبل الذي يعتبرها بنسبة له أنه أمر مصيري النقطة الثالثة أو التنازل الثالث هو قبوله تقديم الدعوة رسميا لجلالة الملك محمد السادس لحضور القيمة العربية وذلك في تناقض مع ما كان في ضارف الكواليس خصوصا الخلفات الأخيرة مع السعودية بخصوص التمثيل المغرب حينما أسر النظام الحاكم على أنه يجب أن يكون المغرب ممثلا فقط وعلى أعلى مستوي متله ووزير الخارجية لكنه انصع في آخر المطاف وتنازل في تنازل وقبل كل الشروط التي قدمت له لكن أنا أعتبر أن هذا الأمر لا يكفي لأن المفروض أن هذه فرصة خصوصا وأن غالبية الدول العربية تدعم مغربية الصحراء هذه فرصة لكبح جماح هذا النظام وضغط عليه من أجل أن يتوقف عن دعم حركة انفصالية وأن لا يسعى لتخسيم المغرب وهذه فرصة أيضا كان من المفروض عن العرب أن يتم تجييش حجد كل المواقف من أجل الضغط على هذا النظام في هذه القمة حتى يحترم سيادة ووحدة المغرب أمسألة أخرى ألا ترى بأن حتى المناوشة التي قام بها على مصر هذا النظام الجزائري ربما ستنتهي له تقصد استقباله للوزير الأول الأتيوبي ليس فقط هذه النقطة هناك خلاف بين نظام الحاكم في الجزائر ومصر بخصوص الملف الليبي لكن الذي أقدم عليه النظام الحاكم الأسبوع الماضي باستقباله للوزير الأول الأتيوبي أبي أحمد كانت خطوة أغضبت المصريون وقد عرب عن ذلك بعض الدبلوماسيين المصريين لموقع عربي مشهور ومصر رأت في أن ما قام به النظام الحاكم من تطوير لعلاقات مع أتيوبيا في عز الأزمة من أتيوبيا ومصر وهي أزمة صد النهضة وقبيل عقد القمة العربية هو نوع من التأمر على مصر وممكن جدا أن يكون لهذا الأمر تدائيات لأنه عقد القمة في الجزائر لا يعني انتهاء كل شيء هذه القمة هي مصيرها على المحاك هناك أخبار عن أن التمتيج سيكون ضعيف هناك أخبار على أن البيان الختامي قد يتضمن أو هناك بعض النقاط لم تعجب لحد الآن النظام الحاكم في الجزائر خصوصا فيما يخص الملف الإيراني تدخلات الإيرانية في الدول العربية وقد اجتماع لجنة الوزرية الرابعة لمتابعة تدخلات الإيرانية تم تضامن مع المغرب بخصوص التدخل الإيراني في شؤون المغرب وأمر وكيله الذي يدعم الحركة الانفصالية قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو وديروا جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي